اشتركوا في القناة احنا عايزين كده رشدة سريعة فكرة ان انت زي تطبق ده في حياتنا اللي احنا فيها الآن عايز اقول ان سيدنا عمر بن الخطاب كرجل منفق كان يعمل في حائط خارج المدينة يعني كان عنده زي حديقة ليشريكه يعني هو يوم ينزل المدينة ويشوف احوال المدينة واليوم التاني قاعد في الحديقة عشان يتبع حوالها كده فكان سيدنا عمر في بيته مال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للانفاق في سبيل الله علشان في ناس عايزة تاكل في ناس عايزة تشرب يعني حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من داخل المسجد قال مين يجهز لنا مال علشان ينفقه في سبيل الله فطبعا كل واحد له نفسه وله حياته وله دنيته وعمله كده فسيدنا عمر راح جاب نص ماله وذهب به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا مش هتكلم المقارنة بينه وبين سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر عايزة اقول له حضرك هو في حتة تانية خالص رضي الله عنه والله هو الصديق ما تكلمنا عنه في اول حلقة السلسلة كانت في حلقة جميلة عايزة اقول له ان سيدنا ابو بكر في قصة الانفاق النبي صلى الله عليه وسلم حسم الموضوع في اخر طلع تضح حضرة النبي في المنبر بتاعه قبل وفاته قال لكل واحد منكم يدا اعطيناه اياها يعني كل واحد عمل خير كافئنا بها في الدنيا اه كافئناها الا ابا بكر تركنا مكافأته لله كيف جزاء عند ربنا سبحانه وتعالى فاتبالك تعال بقى سيدنا عمر سيدنا عمر عايز يوصل لقدر سيدنا ابو بكر ولكنه علم منزلة الصديق عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأمل ان هو يكون نمو اثنين صدق الله في انفاقه صدق الله في عمله صدق الله في حبه في الانفاق في سبيل الله صدق الله في كل شيء فاصدقه الله الوعد ان يكون ثالث واحد في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيش شرف اعظم من ده لما بنروح ربنا يوعدنا بالزيارة ونقف قدام القبر والله الواحد وقف damaged تشعر الده طبعا صلى الله عليه وسلم انه ما فيش اعظم من كده ان انت بيتروح تسلم على سيدنا رسول الله عليه وسلم وبتلاقي سيدنا ابو بكر جنب وسيدنا عمر varying طب ما فيش مكان اعظم من دي ان انت موجود في المكان ده مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم يقين زي ما كنا بنقوله حلقة اللي فاتت فكرة اليقين في الله وان انت بتبقى عندك صدق حتى في باب الانفاق اللي احنا بنتكلم عليه انه هو كان عنده يقين وثقة في الله انه هو لما ينفق ربنا هينولهم مكانة عظيمة زي دي نعم لذلك انا عايز اقول لنا وانا بيتكلم على الانفاق عايز اقول للانفاق ليس فقط بالمال ولكن كان الانفاق بالحب طبعا والاخلاص واليقيب بالله سبحانه وتعالى منتنا بيفضل النبي صلى الله عليه وسلم بكل شيء نعم لان فيه صحابة مقربين من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وانفاقوا لكن انفاقهم بعد كده هنتكلم عنه كان انفاق بشكل تاني سلسلة ان شاء الله طويلة بإذن الله طبعا 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 من الحاجات بقى المميزة دكتور ربتون بيها مؤسسة البر والطقوة فكرة اللي هو مواجبة الاحداث اللي احنا فيها احنا برضو الاعمال اللي هم بيعملوها بتبقى برضو ماشية مع الوقت اللي هم فيه كين التسقيف برضو من الحاجات المهمة جدا في الوقت ده الناس بتسأل دايما طب هو التسقيف ده عشان الشتاء والبرد ده ومش عارف ايه بعد تقول لي لا طبعا هناك الحر برضو ببقى جديد زي ما البرد جديد فهو برضو هناك الحر ببقى جديد كين احنا شايفين على الشاشة منازل اللي بتجيبها جميعات البر والطقوة في المبادرة بتاعت امان ودافة نعم ازاي ان هي برضو بتا ازاي ما احنا شايفين الموضوع ببقى صعب نعم هكذا كانت اه نعم فكرة اللي هي ازاي سقف مش بيدخل حرارة وبيدخل حشرات وكلام ده كله وحاله بيبدل يعني بفضل الله اولا وبفضل طبعا الجهود اللي بتقوم بها المتبرعين وكده عايز اقول ان زي ما شوفنا كده الفتحات اللي موجودة في البيوت الفتحات دي بتدخل كل انواع الحيوانات الشرسة كل انواع الحيوانات او نقول الحشرات او الهوام ان كانت ثعابين عقارب او كده او كده عايز اقول لحضرتك كتير قوي من اماكن زي دي ممكن الذئاب تنط الديب ممكن ينط ويدخل جوه السقف ده ويدخل جوه البيت ويهاجب الانسان احساس صعبا بقى دكتور انت عايش مهدد كده برضو لان برضو ما فيش امان بالضبط انا بحييكو عالمغادرة بصراحة فتلة امان ودافة دي برضو مهم جدا لان يعني احنا بيدخل بيتنا نموسة ولا نملة ولا حاجات كده مفيش انا عايز اقول لحديك لو دخلت زبابة في عربية اه وحضرك بتسوق العربية الناس بتبقى انا متضايقة فما بالك الناس عايشة مع الحاجات دي بالضبط وعايشة وخايفة انا عايز اقول ان الناس عايشة مرعوبة اه وفي ناس كتير توفت اولادهم بسبب سم العقرب او الثعبين فانت لما هنا بتعمل سأف فكأنك احييت هذه الاسرة سترتها سترك الله اطعمتها اطعمك الله سقيتها سقاك الله انا عايز ان احنا اليومين دول في اعمال امتحانات الثانوية العام اه رب ننجح كل طلاب وكله بالضبط اللهم امين ايه المانع ان احنا نستغل دوت مع اولادنا في صدقاتنا ان احنا نتبرع ان احنا يبقى الثانا دي ان شاء الله بدل ما نعمل سك واحد للذبح نعمل سكين ويبقى احنا اطعمنا بدان ما نطعم بتسعة كيلو نطعم بثمانتاشر كيلو طيب احنا نتصدق طب ما ندور على صدقة تانية اذا كنا احنا نعمل كل دير مية ونقول يا بنتي الكل دير ده احنا مش هنعمل بقى نادر لو نجحتي حنعمل كل دير لا مش هنستنى خدت بقى لحضرتك لا مش هخلي النادر هو اللي يكتفني احنا هنعمله بالنية يعني فكرة ان احنا نيتنا ان شاء الله ان احنا نعمل ده ونقدم ربنا وربنا يوفق بقى ان شاء الله بالضبط انا عايز اقول انه هيدا طاقم الملابس والحذاء وكذا والفستان وكذا وكذا بيتعدى الخمس تلاف انا بكلم في المتوسط تمام لو انا قاتل ده وعملت بيه كل دير مية شربت منه يتامة طاقم مساكين عملت سقف جبت ملابس لفقراء بالخمس تلاف يبقى انا عملت يعني طفرة كبيرة الخمس ستة قصر من هؤلاء المحتاجين طاقم بيكم علشان اللي حيوض معاكم دوت هو حيكون بعد كده انجاء لكم وهو اللي بيبقى سبيل الانفاق وكذا وكذا احنا داخلين على ايام الاعياد ودخلين على الملابس يبقى نكسوا عباد الله سبحانه وتعالى بالانفاق نطعم عباد الله عايز اقول ان كمان الاضحية اللي احنا هنتكلم طاقم ايه بقى فكرة ان ان حرج بقى زكارة الاعياد وعيد الاضحك ولي صحيح طيب خلاص ايام وريبة باذن الله طبعا وفكرة ان الناس اللي بتستنى بقى اللحوم والحاجات دي من السنة للسنة عندهم برضو الحاجات دي في العيد بيشوفوها ايوه احنا طبعا اليومين الجايين دول احنا هنبدأ بعد كام يوم او نبدأ الايام ديت او نحن في رحاب العشو الايه الاوائل اللي هي افضل عشو اوائل في العام كله زي ما الناس كانت فيها عندهم اعتقد ان هم ايه اه فيه ناس كانت تتبرع في جاجب وفيه ناس في شعبان وفيه ناس تقولك لا انا مستنى لغاية رمضان ففيه ناس دلوقتي تقولك احنا لما تدخل رحاب العشرة اللي هم افضل عشرة ايام وحنا بنصمهم فلما نتصدق فاحنا بنتصدق في افضل الايام ويه اياما ربنا اقول لها انا فحات انا عايز اقول يا جماعة احنا من دلوقتي بنشتري مثلا العجول وبنشتري الماشية وبنشتري كل حاجة علشان تبدأ تدخل في مزارع البر والتقوة تاكل وتشرب في العشرة دول لذلك بادر واسرع ان انت تطعم عباد الله استنادي مهما كان الوضع ان شاء الله وابل العالمين عايز اقول ان انا متفائل خير ان شاء الله ان مهما كان في غلاء ومهما يكون فيه كذا او كذا او كذا ده كان كلام ناس برضا دكتور كان يقولوا ان الموضوع يعني السنة دي ببقى فيه غلاء وكذا بس يعني حارك بتقول لي لا يعني فيه ناس هتبادر ان شاء الله انا عايز اقول يعني مهما كان الغلاء اذا كانت هناك البركة واليقين فلن يكونها غلاء ابدا دي حقيقة لان يقينك بالله وحبك للناس انا عايز اقول حضرتك يعني ان احنا نداوم على العمل فافضل العمل ادوامه وانقل فهو ده اللي احنا عايزين نقوله وانا عارف ان احبابنا اللي بيثقوا فينا وفي جمعية البر والتقوى لن يكلوا ولن يملوا ابدا السنة دي وانا عايز ابشح حضرتك ان شاء الله ان السنة دي حتكون نسبة الاضاحي ونسبة السقوك اعلى واعلى واعلى واحنا من دورنا هنعلن والله لو ده حصل ان شاء الله نعلن لسيدة المشاهدين ونفرحهم بحاجة زي كترة طبعا وعايز اقول ان احنا سيدة المشاهدين ان احنا بداية من اول عشرة او اليومين دول اللي احنا بتبدأ فيهم الاضاحي بقى وتبدأ تجاهز عايز اقول له سيدة المشاهدين يعني احنا بنتعبر 15 يوم دول وكمان 15 يوم العيد علشان بعد كده احنا بنروح زي ما حالك بتروح وبتصوره وبتشوفه احنا بنوصل لغاية فين لا لا اماكن بصراحة احنا بنروح له اماكن بعيدة وتستحق بالظبط يعني بننزل فعلا بنقول انها تستحق بالظبط بني كان للمجدكو ده بالخير دائما كل ده تحت قبة السماء وتحت رحمة الله تبارك وتعالى ولا يضيع ابدا عمل اي منفق في سبيل الله اللهم امين